في غضون ذلك حضر وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعي لحفل تخرج عدد من المبتعتين في أكاديمية النميري وكليتي الحرب والدفاع في جمهورية السودان الشقيق وهنى الداعي الخريجين من أكاديمية النميري وكلية القيادة والأركان والبالغ عددهم 36 مبتعت مشددا على ضرورة عودتهم للعمل بكل كفاءة واقتدار في خدمة الوطن وقواته المسلحة وتنفيذ المهارات القتالية المكتسبة في جبهات العزة والكرامة في مواجهة ميليشيات الحوث الإرهابية وفي ختام الاحتفال زار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومعه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعي ووزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم معرض الخريجين المبتعتين لإطلاع على محتوياته